شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد إسلام عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان صعب جدا فلما راح علشان يعني الإسلام لرسول الله كان في الأساس رايح يقتل سيدنا النبي فلما وصل للمكان اللي قاعد فيه سيدنا رسول الله واسمه دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان على حدود مكة فلما خبط الباب الباب زمان ما كانش زي أبوابنا كده مقفول مصمط وليه دهان بقى وكوالين وقكر وبتاع كان باب خشب وفيه شقوق فالصحابة شافوا عمر من شق الباب فقالوا إنه عمر مش هنفتح الباب كان صعب جدا سيدنا عمر كان صعب فوق ما تتخيلوا وكان أكتر واحد بيكرهه سيدنا رسول الله يعني ما كانش يكره في حياته قدي سيدنا رسول الله بعد ما أسلم ما بقاش حبي في حياته غير سيدنا رسول الله فلما الصحابة شافوا من شق الباب قالوا إنه عمر يا رسول الله وخافوا ما رضيش يفتحه شوف سيدنا النبي قال لهم إيه قال لهم خلوا بيني وبينه ملكوش دعوة أنا اللي هفتح الباب وملكوش نعوه باللي بينه وبينه إن أراد خيرا بذلنا له خيره يعني لو جاي عايز خير هنلبينه الخير بتاعه على الرغم أنه مش مسلم كافر حقيقة عمر كان كافر حقيقة في الوقت ده على الرغم من أنه جاي وجهته شر على الرغم من أنه الصحابة عارفين أنه يريد أن يلحق الأزى برسول الله لكن سيدنا النبي بيعلمنا أن العلامة دي من علامات رضا الله على عباده لا تنفصل عن عبد الله